بالنسبة للرجال تحديدا يعني احنا في الرجال احنا في السيدات يمكن نعرف بعض المعلومات عن الجزئية دي لكن في الرجال يعني مش مش شائع او مش معروف او يعني ازاي الرجل يقول كده انا فعلا انا بدأت اوصل للمرحلة دي او ان هو فيه فعلا تغيرات وان الشخص ده بدأ فعلا في بداية او في مرحلة اللي هي الفترة دي سن لازم زي ما قلنا من شوية ان الهرمون الرئيسي المسؤول عن العلاقة الجنسية او الصحة الجنسية لدى الرجل هو هرمون الزكورة هرمون الزكورة ده بيحصل انخفاض من بيحصل انخفاض ليه بنسبة 50% عن سن 50 سنة فبالتالي كل الرجال هيمروا بمرحلة دي عن سن 50 سنة والانخفاض بيبقى في هرمون الزكورة بشكل اجمالي بنسبة 50% ايه معنى بشكل اجمالي هرمون الزكورة نوعين لدى الرجل هرمون الزكورة الاجمالي اللي هو التوتل تستستيرون وهرمون البيو اكتف اللي هو الفري اللي هو البيو اكتف اللي هو النشر زي ما يكون عنده مصنع على قوته 100 عامل المية عامل ده قوة المصنع ده القوة الإجمالية للمصنع لكن هم 30 واحد بس اللي فعالين مشاهدين شغله بشكل رئيسي تمام هي بتتحكم في جزئية ايه تحديدا يعني عايزين برضو نوضحها للأستاذ مشاهدين بشكل هرمون الزكورة بيبدأ مسؤولة عن حاجات ليه علاقة بالأجراسفنس أو العلاقة الجنسية وزيادة الرغبة لدى الرجل في الجنس الآخر وزيادة الرغبة في العلاقة الزوجية والحاميمية كما انها بتكون مسؤولة عن قوة القذف في العلاقة الزوجية وكذلك مربوطة جدا بحاجة اسمها قوة الانتصاب وشدد يعني بتده تقل في المرحلة دي بشكل منحضة الآن بالفعل والدليل على ذلك ايه ان احنا في العلاجات زي ممكن نتعرض لها برضو في الوقت بتاعنا ان معظم الرجال بياخد الفياجرا أو مدسل بنفيل أو منشطات الجنسية بشكل رئيسي وفيه يشتكي انه هو ما بتجيبش نتيجة عالرغم ان هو بياخدها بشكل سليم وشكل كويس في حين ان منشطات الجنسية دي بتعتمد على القدرة الجنسية العالية لدى الرجل ولكنها بتعتمد على وجود الهرمون الزكوري المحفز لنشاطها تمام وبالتالي لما بيكون هرمون الزكوري الجديء ليل ده في حد ذاته هو ده المشكلة الرئيسية في انها المنشط الجنسي ما بيشتغلش ترجمة نانسي قنقر